سلام عليكم معاكم الدكتور هلال يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال إيه وضع لقاح كورونا كوفيد ناينتين الحالي إيه الأخبار وصلوا لإيه وهل يطرى أقدر أبشر بأن في لقاح هينزل قريب بإذن الله خلينا نشوف وضع اللقاحات طبعا عارفين أن سباق اللقاحات سباق مستعر وأن الدول بتتنافس فيه ليه؟ لأن فيه سوق مستنيه ممثلة في حوالي 7 مليار مستهلك كلهم مستنيين هذا اللقاح ففيه سباق شديد جدا جدا لأن اللقاح اللي هينزل الأول ويكون فعال وآمن هياخد نصيب الأسد من السوق وللأسف حتى اللقاح لما ما يكونش آمن وهينزل السوق الأول برضو هياخد نصيب كبير هياخد نصيب كبير حتى لو هو مش آمن بدرجة كبيرة لأن الناس مبدأ الحاجة العرض والطلب ما فيش لقاحات وفيه طلب شديد كل الناس مشتاقة ومستنية بفرغ الصبر لهذا اللقاح فبالتالي أول لقاح هينزل هتلاقي السوق مفتوح قدامه وهيحقق مبيعات كبيرة جدا جدا فسباق اللقاح حاليا مش سباق طبي فقط وعلمي فقط وإنما بدرجة كبيرة سباق تجاري وسياسي فخلينا نشوف إيه وضع اللقاحات دلوقتي وصلت لحد ديفيد فالموقف كالآتي 139 لقاح في المراحل الأولى يعني early stages يعني لسه ما عملوش تجارب على البشر pre-clinical trials و25 لقاح في المرحلة الأولى يعني شغالين على مستوى داية في تجارب على المتطوعين من البشر و70 لقاح المرحلة الثانية بيشغالين في المرحلة الثانية اللي هي تجارب ومحاولات على البشر بس على مستوى أكبر شوية من المرحلة الأولى وسبع لقاحات شغالين في المرحلة الثالثة اللي منهم موديرنا ومنهم إكسفورد ومنهم الصين ومنهم بتاع روسيا وده بيشمل تجارب ودراسات للقاح على مستوى كبير من الناس المتطوعين في دول مختلفة من العالم أعداد تصل إلى عشرات الألاف من المتطوعين عشان أساسا يحددوا الكفاءة والأمان بتاع اللقاح زي ما شفنا اللقاحات في سبع دول قلنا إيه؟ في سبع لقاحات سبع شركات مباشرة لأنها وصلت للفيس الثالثة المرحلة الثالثة اللي عارفين أن المرحلة الثالثة ديت هي مرحلة كبيرة بيتم تجربة اللقاح على عدد كبير جدا من المتطوعين في بلدان مختلفة في نفس الوقت وبيجمعوا المعلومات وإذا ثبت أن اللقاح ده آمن هو في المرحلة الثانية والأولى بيثبت فاعليته لكن في المرحلة الثالثة بالدرجة الأولى التركيز على الأمان ولذلك بيحتاج فطرة عدة شهور عشان يقرروا ويستخلصوا النتائج فمن كده في سبع شركات في منهم شركات مبشرة جدا زي موديرنا وأكسفورد ودول احتمال قوي قوي أن على أول السنة الجديدة سنة 2021 يكون اللقاحات نزلت السوق إنما اللقاحات روسيا والصين بصراحة أنا ما طمنش قوي ليهم يعني يعني روسيا أعلنت عن اللقاح بتاعها بلسان الرئيس نفسه وده دليل إن الموضوع سياسي واقصادي بالدرجة الأول وهم يدوب مخلصين المرحلة الثانية فيستو الشركات الثانية أكسفورد وموديرنا دخلين في اللقاح في المرحلة رقم ثلاثة من حوالي شهر وما عملوش إعلانات ولا بروباجندا زي روسيا ولقاح روسيا إذا فعلا نزل السوق كما أعلنوا وإدت الحكومة الروسية التعليمات بالإنتاج الواسع مئات الملايين من اللقاحات بدأوا ينتجوا فيها طبعا هيكون اللقاح مشكوك في درجة أمانه ربما يكون فعال بس الأمان بتاعه محدش عارف هل هو آمن ولا لا وحتى الخلاف في داخل روسيا أحد العلماء الكبار في روسيا راجل بتاع أمراض صدرية ومناعة انسحب كان أحد المسؤولين وانسحب انسحب ليه؟ لأن بيقول أن احنا يعني اللي أعلنوا وهذا والحكومة خانة الأمانة الطبية لأنهم أعلنوا ويدوا الأوامر بتصنيع اللقاح قبل ما يمر بالتجارب المطلوبة أو المراحل المطلوبة لإثبات أمان أن هذا اللقاح آمن عند استخدامه فإحنا متعشمين إن شاء الله أنا شخصيا لو نزل بتاع روسيا ده ولو أن يعني الدول اللي اتفقت مع روسيا السعودية والإمارات ويمكن الفلبين ومش فاكر البرازيل اتفقوا مع روسيا بس مش هينزلوا السوق اتفقوا أنهم يعملوا مرحلة الثالثة والمرحلة الثالثة ده تتاخد برضو حوالي أربع شهور تقريبا يعني النتاجة نعرفها في أول السنة الجديدة والدول دي أكيد مش هتستخدم اللقاح إلا لما تجارب المرحلة الثالثة على أرضها يقول إن اللقاح آمن بشكل يسمح بتوزيعه واعطاه للناس فإن شاء الله ربنا يسر ويظهر لقاح وده أمل كبير قوي بس طبعا ما نتوقعش هذا اللقاح في السوق قبل نهاية هذا العام أو بداية العام الجديد لأننا زي ما شرحت المرحلة الثالثة دي بتاخد إيه حوالي أقل حاجة ثلاث شهور إذا كانوا متوفقين جدا لكن يعني ممكن تاخد أربع أو خمس شهور واحد النهاردة أو ثمانية يعني متوقعين إنه وبعدين بعد كده الانتاج على مستعد أوه طبعا بدأوا ينتجوا منه يعني بدأوا عشان يبقوا مستعدين مجرد ما يخلصوا المرحلة الثالثة وياخدوا الموافقة من الجهات الصحية اللي بتوافق على اللي هي الـ FDA Food and Drug Administration مثلا في أمريكا وهنا في الفلبين برضو اسمها FDA فهم بينتجوا عشان أول ما تطلع الموافقة تاني يوم ينزل السوق فإن شاء الله نتعشم بإذن الله تعالى إنه على نوفمبر ديسمبر يناير يكون اللقاح ده متاح بإذن الله تعالى وإن شاء الله استبشروا والأمل جاي إن شاء الله والأمل في ربنا كبير ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته